شاهدين الكرام ما بين عام مضى و عام قادم كلمات نريد أن نرسلها إليكم بداية بعد إذن الجميع من الشيخ بندر شرحيل تفضل أخي بندر الله يزاق خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما مضى وأن يعيننا على القادم من الأعوام يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فعمل لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر الإنساني عمر ثاني تنصر من السنين والأيام هذه لنا فيها عبرة فالإنسان في هذه الحياة يعني مرت عام بخيراته بأمورها التي نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا فيها صالح الأعمال وجاء عام جديد وبدايته شهر الله المحرم هذا الشهر العظيم الذي فيه يوم من أعظم الأيام وهو يوم عشورة فالحمد لله كل ما يأتي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها خير انتهى الحج بفضله وصيام يوم عرفة فيأتينا بعد شهر الله المحرم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصيام ويأتي يوم عشورة هذا اليوم اللي نصر الله عز وجل فيه جنده وأعزهم ولنا فيه مواقف ولكن ما أستأثر بها الآن أرجو إذا رجع إن شاء الله ما هي المقدمة عن هذا العام والحديث والعام المنصرم ولكن هذا العام وبدايته وشهر الله المحرم فيه من المواقف والعجائب والقصص أسأل الله أن يعننا وإياكم عليها وأن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة اللهم آمين وإبراهيم وشحاب تقول مع نهاية العام وغدا بإذن الواحد الأحد عام جديد أول شيء نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم